طيب تعالى اقولك على حاجة لطيفة بالمناسبة عشان احنا بنتكلم على سره الباتع بالتحديد فسره الباتع زي ما كنت بقولك فيه جزء مهم جدا انا دايما اشجعك انك تقرأ عليه وانا دايما نقول الجملة دي الجماعة الفرنسوين مدخلوش بلد وخرجوا منها الا لما فرنسوها وما فيش بلد اتقعد فيها اقل من 50-60 سنة دا لو ما كانش مية ما حصلش في تاريخ التوسع الامبراطوري الفرنسي انهم قعدوا تلات سنين خرجوا فيها مهزومين شر هزيمة غير في بلد واحدة بس احنا مصر المحروصة وتحس انها فعلا اسم على مسامة يعني الفرنسوين دخلوا 1798 فدخلوا من هنا خرجوا بعد تلات سنين بعد ثورتين القاهرة الاولى والقاهرة التانية طبعا احنا عندنا الواقعة الشهيرة بتاعة سليمان الحلبي لما اتل الجنرال الفرنسي كليبر طيب لازم هنا بقى تبص على التاريخ النضالي بتاع المصريين في مواجهة المستعمر الاجنبي مهمة اوي انك تبقى بالمناسبة عارف انه الثورات هي كانت القاهرة الاولى والقاهرة التانية بس نضال المصريين في مصر كلها كان في وش الاستعمار نضال غير مسبوق طيب عليك ولك انت انبهر لما تعرف انه في ادبيات التاريخ السياسي في العالم بيتكلموا على هذه المعجزة المصرية في طرد مستعمر مهول انا زاك شديد التوحش انا زاك في ثلاث سنين بس هنا لازم تسق في نفسك قبل ما نكمل بس كلام على المسلسلات والموسيقى التصورية اللي هي مهمة جدا بالنسبة لي تسق في نفسك الى اي مدى تسق في نفسك الى ان انت فعلا شعب عظيم لدرجة غير طبيعية عجبني اوي بالمناسبة احنا خلال التمن تسع سنين اللي فاتوا دول احنا بنفس في نفسنا وده مهم يعني حتى في لفتة كده شفتها في اعلان لوحدة من شبكات الاتصالات الكبيرة يعني بيتكلموا على فكرة المنافسة مع الزات اه هي المنافسة مع الزات دي مهمة الى ابعد الحدود هي فكرة عدم الالتفات للاخرين انت عارف لو انت فعلا الناس اللي هم ابطال العدو الجري والمسافات وانش عارف ايه بيقولك حتى ديجي تكلم احد اقولك انا لو بصيت على زميلي او ركزت معا مش اكسب انا بركز مع نفسي بس ان انا لازم اكسب فانا عيني على خط النهاية طول الوقت سواء اذا كانت مسافة قصيرة ميت متر ولا هي حتى اختراق ضحية انا مركز مع نفسي مش مركز مع الرياضيين اللي حواليه ده جزء مهم جدا في المنافسة انك مركز مع نفسك مصر مركزة مع نفسها ولا تلقي بالا لأي كلام فاضي خالص كده سهم وانطلق وما فيش حاجة هتوقفه تاني سهم وانطلق وما فيش حاجة هتوقفه مصر بالتأكيد هي اهم واعظم دولة في الدنيا مش بقولك احنا اكبر اقتصاد اعظم اقتصاد اكبر القوى العسكرية الضاربة اكبر اضروح حيوي لا احنا ما اقولكش كده لكن انت بالفعل اعظم دولة موجودة على سطح الكرة الارضية اعظم دولة بعقولها اعظم دولة بتاريخها اعظم دولة بثقافتها اعظم دولة بقوها النعمة ايا كان شكل هذه القوى